اشتركوا في القناة الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمرحباً بكم إخواني وأخواتي في هذه الليلة الكلمة الطيبة المباركة وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا سوياً أن يجمعنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد إنه لي ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير ساعة لقلبك ساعة لقلبك هذا هو برنامجنا الجديد وهذا اللقاء هو البداية الفعلية لهذا البرنامج ساعة نزكي فيها قلوبنا ونرقق فيها أفئذتنا ونطيب فيها ونزكي فيها نفوسنا ونقترب فيها مع ربنا ساعة القرب من الله جل وعلا ساعة صفاء النفوس ساعة الخشوع ساعة الرقة ساعة الأدب مع الله جل وعلا والحقيقة أنني استقرت الله جل وعلا طويلاً بماذا أبدأ هذا البرنامج ما هو الذي يصلح قلوبنا فوجدت حقاً أن في القلب فاقة لا يصلحها ولا يسدها إلا القرب من الله جل وعلا استخرت الله جل وعلا طويلاً كيف يكون اللقاء الأول في هذا البرنامج ساعة لقلبك فما وجدت إجابة إلا أن أتكلم معكم عن ملك الملوك جل جلاله هو الذي هو المسؤول عن قلوبنا هو الذي بيده قلوبنا فلو تكلمنا عن ربنا جل وعلا في أول لقاء أسكب فيه عظمة الله جل وعلا في قلوبنا جميعاً لعلها تزكو فالحق أقول أيها الكرام أن القلب الذي يمتلئ بحب ربه جل وعلا وبتعظيمي وبإجلالي وبتقديري وبتعزيري ربه جل جلاله لن يجد في قلبه مكاناً لمعصية ولا لنظرة ولا لحب أحد سوى الله جل وعلا فأردت في أول لقاء أن أعظم الله جل وعلا في قلوبنا أن أعظم الله جل وعلا في قلوبنا فساعة قلبك هي الحقيقة ساعة ربك هي في الحقيقة ساعة ربك فهذه الساعة ألتقي معكم تحت هذا العنوان هو الله وهو موضوع قديم جديد هو موضوع قديم جديد لا بد أن يمتلئ تمتلئ قلوبنا بتعظيمنا لربنا قديماً وبين الفينة والفينة نجدد هذه العظمة في قلوبنا ونجود هذا التقدير لربنا جل وعلا في قلوبنا هو الله هو الله ومن خلال هذا اللقاء أجيب أيها الكرام على ثلاثة أسئلة السؤال الأول من هو الله السؤال الثاني متى عرفت الله السؤال الثالث والأخير متى ستعرف الله أعرني قلبك وادفع إلي قلبك في هذه الساعة فهذه ساعة لقلبك دعني أعظم في قلبك حب ربك أو أعظم في قلبك إجلال ربك سبحانه وتعالى من خلال الإجابة على هذه أسئلة الثلاثة تحت هذا العنوان هو الله من هو الله؟ الله الله أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف إنها كلمة إمام اللغة سيبوي الذي وصل إلى لفظة الجلالة الله وصل إلى لفظة الجلالة الله في كتابه الكتاب فعرف ربنا جل وعلا الذي لا يحتاج إلى تعريف بهذه الكلمة الله أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف من هو الله؟ هو الله الذي تعرفه الأرض والسماوات هو الله الذي تعرفه الساكنات والمتحركات هو الله الذي تعرفه الحيوانات وكل الكائنات هو الله الذي يسجد له كل من رأيت وكل ما لم ترى هو الله الذي يسبح بحمده كل ما رأيت وكل ما لم ترى هو الله الذي يقنت له كل ما رأيت وكل ما لم ترى كما قال لنا ربنا جل وعلا كل له قانتون الله الذي يسجد له الحيوانات والكائنات والإنسان وما لا عقد له يسجد لله جل وعلا كما قال ربنا جل وعلا في سورة النحل ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ما لغير العاقل الذين لا يعقلون لا يعرفون إلا شيئا واحدا أن الله موجود أن الله قادر أن الله عظيم مع أنهم لا يعقلون لكنهم يعرفون ربهم جل وعلا هذا المكتب وهذه المندضة وهذا الكرسي وهذا الكأس وهذه الكاميرا وهذا حائط وهذه الأرض كل هذه الجمادات التي لا تعقل بلى تعقل أن الله ربها سبحانه وتعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال ربنا جل وعلا عن العقلاء هؤلاء الذين لا يعقلون ما يعرفون من هو الله وهؤلاء الذين يعقلون كذلك يعرفون من هو الله قال ربنا جل وعلا في سورة الرعد ولله يسجد من في السماوات والأرض ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم ظلك أيها الكافر يعرف ربك ويسجد له ظلك أيها الظالم يعرف من هو الله ظل كل شيء وظلالهم بالغدو والأوصال ليل نهار هؤلاء يعرفون من هو الله بل قال لنا ربنا جل وعلا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللَّهُمَّ أَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا اللَّهُمَّ أَكْرِمْنَا بِمَعْرِفَتِكِ وَبِإِجْلَالِكَ وَبِتَقْدِيرِكَ وَلَا تُهِنَّا بِالْبُعْدِ عَنْكَ وَلَا تُهِنَّا بِنِسْيَانِ ذِكْرِكَ وَلَا تُهِنَّا بِالْإِعْرَاضِ عَنْكَ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمْ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ مَنْ هُوَ اللَّهُ مَنْ هُوَ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي لَوْ سَأَلْتَ عَنْهُ كُلَّمَا تَرَى بِعَيْنِكَ لَسَمِعْتَ الْإِجَابَةَ بِأُذْنِ قَلْبِكَ أنَّهُ يَعْرِفُ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى أخرج في الصحراء وسر وسط الجبال وامسي وسط البهائم والحيوانات وانظر إلى الأرض والسماوات وانظر إلى الأمواج وانظر إلى البحار وانظر إلى أنهار ستجد إجابة تسمعها بقلبك إن كان لك قلب إجابة على هذا السؤال من هو الله سل الواحة القضراء والماء جارية وهذه الصحاري والجمال الرواسية سل الروض مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والإصباح والطير شادية وسل هذه الأنسام والأرض والسمى وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا من هو الله أستغفر الله نعم أستغفر الله فأنا أعتذر لكم ابتداء أيها الكرام أنني ولا غيري ولا دعاة الأرض قاطبة لن نستطيع أن نوفي الله قدرة لن نستطيع أن نوفي الله قدرة فكيف يستطيع من خلق من طين أن يتكلم عن أحكم الحاكمين كيف يستطيع من خلق من تراب أن يصف الملك الوهاب كيف يستطيع من أخرج من ماء مهين أن يتكلم عن رب العالمين لكنها محاولة فقط لذلك أعتذر إلى ربي وأستغفر ربي أني بدأت بذلك وغد تعمت لتعتقد بقلبك أنك لن تجد إجابة شافية على هذا السؤال من هو الله لن تجد إجابة شافية على هذا السؤال من هو الله إلا إجابة من الله ذاته يا رب لا تدركك الأبصار وأنت تدرك الأبصار وأنت اللطيف الخبير يا أحسن الأسماء يا أعظم من ملئ به قلبي لن أستطيع أن أتكلم عنك كلمنا عنك كلمنا عنك يا رب إن الذي يجيب على هذا السؤال أولا من هو الله هو الله ذاته من هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك الكدوس السلام المؤمن المغيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسن يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يا من تريد أن تعرف من هو الله يا من تريد أن تتعرف على الله إن وجدت رحمة من أم على ولدها إن وجدت رحمة من بهيمة على خلافاتها إن وجدت رحمة من غنمة على أبنائها ووجدت هذه الشفقة والرحمة هنا تعرف من هو الله هو الله الذي أنزل من رحماته رحمة واحدة إلى الأرض قسمت على هؤلاء الخلائق فتعرف ساعة إذن إذا نظرت الرحمة عملية على أرض الواقع من هو الله هو الله الرحمن الرحيم هو الله الرحمن الرحيم انظر إلى الأم التي تنام على فراشها بجوار رضيعها وقد رأيت هذا بعيني كما رآه كثير من المتزوجين حين تسهر الأم على تطبيب ولدها الرضيع أصابته الحرارة سخ مرض فقامت الأم إلى الثانية أو الثالثة فجرا تمرضه كمدات تعطيه لبوس وتدي الدواء تقوم عليه تمرضه حتى إذا سكن الولد وهدأ تنام الأم أو تميل رأس الأم تميل رأس الأم وهي تردعه بعد أن ينام الولد ولا زال على صدرها بل ربما لا زال ملتقما لثديها تنام وهي مائلة على كتفها وسبحان الله يأتي أذان الفجر ولا تستيكم المنبه الذي بجوارها يضرب ربع ساعة أو نصف ساعة ولا تستفيق ده تعبانة طول الليل جرس المحمول يضرب عشرات المرات بجوارها بجوار أذنها ولا تتحرك أسل تعبانة وصهرانة مع ابنها طول الليل وفي لحظة يتحرك الولد وفي لحظة يتأوه المولود هو نايم يقول آه فتنطفض الأم من نومها فتنطفض الأم من نومها لتأخذ رضيعها إلى صدرها وإن كانت ربما لا تدرك كمال الإدراك لكن تأخذ هذا الولد إلى صدرها وترضعه سبحان من أيقظها بتلك الرحمة التي ملأ بها قلبها على ولدها الله أرحم بنا من أمهاتنا هل عرفتم من هو الله؟ الله أرحم بنا من أمهاتنا لذلك أقولها بصدق لو قيل لي يوم القيامة إننا سنكل حسابك لأمك لأبيت كلمة سفيان لو قيل لي يوم القيامة إننا سنكل حسابك لأمك لأبيت لماذا؟ لأني أعلم أن الله أرحم بي من أمي إنه الرحمن الرحيم من هو الله؟ هو الله الملك الذي لو رأيت ملكاً قد ثبت في الأرض ثبت أركانه وثبت عرشه ومع ذلك يسقطه الملك الجليل جل جلاله وينزع الملك وهو يتشبث به فلتعلم أنه الملك المالك إذا رأيت ظالماً كالتجبر وطاغيةً كالتغى وتعدى ورأيت ربك جل على الجبار قد قسمه العزيز قد أذله تعرف ساعة إذ من هو الله نتعرف على الله جل وعلا من خلال أسمائه وصفاته أنا أعتدر في هذه الحلقة عن الأسئلة أعتدر في هذه الحلقة عن الأسئلة حتى لا أخرج عن هذا الإحساس الذي أعيشه معكم ونحن نتكلم عن ربنا جل وعلا أقول لكم إذا أردت أن تتعرف على الله جل وعلا فانظر أمامك نظر اعتبار نظر اعتبار بل اسأل قبل ذلك ربك ليعرفك من هو الله سبحانه وتعالى هو الله هو الله الذي لو احتجت إلى المطر وسألته ساق إليك السحاب بالرياح إلى أن تنزل أو إن ينزل المطر عليك كما تريد لا بل كما يريد هو الله هو الله هو الله الذي أنبت لك الأرض التي أمامك أيها المزارع بل أيها الفلاح أيها الحارث فلست تزرع إنما تحرث أنت تأتي ببذرة خلقها الله دعوا استعرف ربنا من هو الله أنت تأتي ببذرة خلقها الله لتغرسها في أرض من ملك الله وتربويها بماء أنزله أو أخرجه لك الله ثم تنام على فراشك ويخرج رزق الله أنت عملت إيه هو ده ربنا هذا هو الله الذي ملكك البذرة الذي أعطاك البذرة والذي علمك الفكرة والذي ملكك الأرض والذي أخرج لك الماء وأنزله لك من السماء ثم نمت أنت على فراشك وأخرج الله جل وعلا لك الرزق والبركة من الأرض ماذا صنعت؟ أنت ما زرعت أنت حرثت جئت بخلق على خلق ورويته بخلق فخرج خلق من الذي أخرج هو الخالق؟ هل عرفت من هو الله؟ الذي قال لك أفرأيتم ما تحرثون انتبه لم يقل أفرأيتم ما تزرعون انتبه أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه خطاما فظلتم تفكهون أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم الماء الذي تشربون أخطاماة من تفكهون أفرأيتم من الماء الذي تحرثون ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك تشرب الماء العز فتكون الحمد لله الذي جعل هذا الماء عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا بذنوبنا هل عرفت من هو الله هو الله الذي ثبت لك الأرض بالجبال ولولا ذلك لرأيت عشرات الزلازل يوميا هو الله الذي رزقك من حيث لا تدري ولا تحتسب هو الله الذي سخر لك ما ترى بعينك وما لا ترى بعينك سخر لكم ما في السماوات والأرض إذا أردت أن تجيب على هذا السؤال من هو الله فاترك الإجابة لله جل وعلا لتسمع هذه الكلمات وإن كانت الإجابة منها على هذا السؤال من هو الله قد ملئت بها كلمات القرآن كلام ربنا قد ملأ القرآن في الإجابة على هذا السؤال من هو الله لكني أكون لك في آخر كلمة إجابة من الله جل وعلا على هذا السؤال من هو الله يجيبك الله جل وعلا أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مين؟ مين اللي خلق السماوات والأرض؟ هو الله عنوان لقائنا أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَذَائِقَ ذَا تَبَغْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَاهٌ مَعَ اللَّهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْذِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَاهٌ مَعَ اللَّهُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاكُ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاكُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَاهٌ مَّعَ اللَّهُ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الْرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَاهٌ مَّعَ اللَّهُ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُمُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ وَمَنْ يَرْزُكُكُمْ وَمَنْ يَرْزُكُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ يَرْزُكُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَنْ يَرْزُكُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَاهٌ مَّعَ اللَّهُ أَإِلَاهٌ مَّعَ اللَّهُ أَإِلَاهٌ مَّعَ اللَّهُ كُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ هل عرفتم من هو الله؟ هو الله الذي إذا مرض مريضك وانقطعت الأسباب وسدّت الأبواب بقي بابه مفتوح فهو الطبيب يداويك فهو الشافي يشفيك هل عرفتم من هو الله؟ هو الله الذي أجرى لك البحار وجعلها دون مستوى الأنهار وإلا لما وجدت قطرة ماء عذب على ظهر الأرض هل عرفتم من هو الله؟ هو الله الذي أرسل لنا الشمس تقرضنا صباحاً وقبل الغروب ولولا ذلك ملئنا بالأمراض ومتنا هل عرفتم من هو الله؟ هو الله الذي إذا ضلت ناقتك في الصعراء فدعوته ردها عليك؟ هل عرفتم من هو الله؟ هو الله الذي إذا جفت أرضك وعطشت دوابك وتعب حلقك وأبناءك ودعوته أسقاق بالمطر من عنده؟ هل عرفتم من هو الله؟ هو الله الذي وهبك الهواء وما جعله إلا ملكاً له فهو رب الأرض والسماء وما أعطاه لبشر ليذلك؟ هل عرفتم من هو الله؟ هو الله الذي أخرج لك شفاءاً من بطن نحلة وأخرج لك لبناً من بين فرث ودم لبقرة؟ هل عرفتم من هو الله؟ لو سألتم هذا السؤال تأتي الإجابة واحدة هو الله؟ كما قال العلماء والشعراء قل كل الطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك؟ كل المريض نجى وأوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك؟ كل الصحيح يموت لا من إلة من بالمنايا يا صحيح دهاك؟ كل البصير وكان يحذر خفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك؟ بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا استضام من يقود خطاك؟ كل الجنين يعيش معزولاً بلا راع ومرعاً من الذي يرعاك؟ وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك؟ وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك؟ وإذا رأيت كل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة ما الذي أبكاك؟ كل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة ما الذي أبكاك؟ وإذا ترى صخراً تفجر بالمياه فاسأله من يا صخر شق صفاك؟ وإذا ترى الجبل الأشم مناطحاً قمم السحاب فاسأله من أرساك؟ وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فاسأله من الذي أطغاك؟ وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فاسأله من الذي أجراك؟ كل النبات يجف بعد تعهد ورعاية من بالجفاف رماك؟ وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من الذي أرباك؟ كل المرير من الثمار من الذي بالمر من دون الثمار غذاك؟ وإذا رأيت النخل مشكوق النوى وإذا رأيت النخل مشكوق النوى فاسأله من يا صخر شق نواك؟ وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك؟ واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا؟ وهذا السم يملأ فاك؟ واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا؟ 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 وكل الشهد من حلاك؟ وإذا ترى اللبن المصفى بين دم وفرث فاسأله من ذا الذي صفاك؟ وإذا ترى شعاع الشمس يدنو نحونا وهي أبعد شيء من الذي أدناك؟ وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك؟ كل الهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من أخفاك؟ سيجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عينك عجب عجاب لو ترى عينك والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك يا منبت الأزهار عاطرة الشذا ما خاب يوما من دعا ورجاك يا منبت الأزهار عاطرة الشذا ما خاب يوما من دعا ورجاك إن لم تكن عيني تراك إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علىك في كل شيء أستبين علىك يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراكا هل عرفتم من هو الله؟ يا غافلاً يا غافلاً عن إله الكون يا لاهي يا غافلاً عن إله الكون يا لاهي تعيش عمرك كالحيران كالساهي أقبل على الله واقصد بابه كرماً والله والله لا تلقاس والله من هو الله؟ أجابك ربك من خلال أسمائه وصفاته ومن خلال عظيم مخلوقاته ومن خلال جليل إبداعاته ثم يجيبك رسوله صلى الله عليه وسلم هو أعرف الخلق به جل جلاله يا رسول الله علمنا من هو الله؟ أجبنا يا رسول الله على هذا السؤال الأول من هو الله؟ يجيبك النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أحاديثه الكثيرة التي تملأ قلبك عظمة للعظيم وإجلالاً للكبير وتقديراً للعزيز سبحانه وتعالى من هو الله يا رسول الله؟ في صيح مسلم من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه هل عرفتم من هو الله؟ الله الذي تنام أنت وهو قائم على كل شيء يحفظه وَلَوْ لَا ذَلِكَ هل عرفت من هو الله؟ هو الله المقيت المقيت الذي قدر لكل شيء في جسدك في جسدك قوته فهذه اليد لولا القوت الذي أمدها المقيت به في الأعصاب لتصلبت يدك لتصلبت يدك لولا القوت الذي أعطاه لعقلك لما أدركت أي شيء حولك لكنه المقيت الذي حفظ عليك عقلك المقيت الذي أمد قلبك بالقوة حيث يضرب عشرات الضربات كل دقيقة سبعين أو أكثر درب في الدقيقة ويظل يضرب إلى أن تلقى الله الله الذي أمدك بهذا القوت هل عرفت من هو الله؟ الله الذي لا ينام امسك القارورتين امسك هذا ورد في الإسرائيلية المحمودة سيدنا موسى يا رب هل تنام؟ هل تنام؟ فجاءت الإجابة عملية امسك يا موسى قارورتين امسك كبايتين خلاص سيدنا موسى لا يمسكهم ولا يضعهم حتى يأذن له ربه امسك سيدنا موسى طول النهار ايه ده وجعته؟ جي الليل صبر وتحمل جي النهار اليوم التالي تحمل وتحامل وصبر وثبت جي الليل التانية ما قدرش غفل سقطت الكارورتين وانكسرتا هل علفت من هو الله يا موسى؟ هو الله الذي حفظك لا ينام لو نام ربنا وهذا فرض مستحيل كما في القرآن لو نام ربنا لهلاكنا لو نام ربنا لما حفظنا هل علمتم من هو الله؟ لا زالت الإجابة لرسول الله من هو الله يا رسول الله؟ هو الله الذي عظمه نبينا في قلوبنا فقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داوت من حديث جابر بن عبد الله وصححه الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أذن لي ما يتكلم النبي نفسه صلى الله عليه وسلم عن ربه إلا بإذن أذن لي أن أتحدث عن ملك قال لبالك لن يتحدث عن الملك فلا تدركه الأبصار إنما سيتحدث عن عظمة الملك عن عظمة الملك في خلق الملك أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى حملت العرش ما بين شحمة أذنه إلى آتقه ما بين شحمة أذنه إلى آتقه مسيرة سبعمائة عام وهو يقول سبحانك حيث كنت هل علمت من هو الله العظيم يعظمه رسول الله في قلبك لا تنظر لصغر معصيتك نظرة كلمة غيبة لا تنظر لصغر معصيتك ولكن ننظر إلى عظمة من عصيت في حق من عصيت إنه العظيم هل علمتم من هو الله هو الله الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أو عظمه نبينا صلى الله عليه وسلم في قلوبنا حين قال في الحديث الآخر عند التبراني وغيره وفي السجرة الصيحة رقم 150 للشيخ الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ديك أذن لي أن أحدث عن ديك عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض وانثنى عنقه تحت العرش ديك مرقت رجلاه الأرض يعني الأرض السابعة وانثنى عنقه تحت العرش يعني فوق السماوات السابعة وهو يقول الديك وهو يقول سبحانك ما أعظمك هذا الديك العظيم الخلقة هذا الديك الكبير الخلقة يقول سبحانك ما أعظمك أعظمك والله يقول لا تجرأت على الكذب عليه ولا على عباده لو تعرف عظمته لاستحييت منه لو تعرف عظمته لسجدت له إلى أن تلقاه لكن كما قال لنا ربنا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى أما يشركون النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين وان bunu رواية مسلم من حديث عائشة أرد يللو عنها حديث ابن أمر كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على منبره يوما وقرأ هذه الآية ومن شدة تأثر stand by ومن شدة تأثر النبي بعظمة ربه ومن تقدير النبي صلى الله عليه وسلم لجلال ربه قال ابن عمر وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوما وقرأ هذه الآية وأخذ النبي كما صنعت وأخذ النبي يقبل بيده هكذا ويدبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم متأثر كأنه منذر جيش يرفع صوته ويعلو صوته ويزداد غضبه ويحمر وجهه ويحرك النبي يده كما أصنع الآن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فهم الآية وانسكبت عظمة الله في قلبه من جرائها قال النبي صلى الله عليه وسلم يمجد الله تعالى نفسه فيقول أنا الملك فأين ملوك الأرض؟ أين ملوك الأرض؟ قال ابن أمر فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخر النبي تأثر قلب النبي وتأثرت جوارحه بل اهتز المنبر تحت قدميه تأثرا بعظمة الله وفي رواية يمجد الله تعالى نفسه فيقول أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم أنا الجبار فأين ملوك الأرض؟ هل عرفتم من هو الله؟ هذه إجابة رسول الله والكلام في ذلك طويل والله العظيم وأنا أدرك ما أقول لو ظللت في هذا المقام سنة كاملة ألقاكم كل أسبوع أكلمكم عن تعظيم الله في قلوبكم لما انتهى الكلام ليس هذا ليس هذا قوة مني ولا بلاغة مني بل عظمة لربي فالقرآن والسنة مليئان مليئان بعظمة الله جل وعلا تخيل وقف عالم إنجليزي جيمس جينز وقف عالم إنجليزي جيمس جينز أمام علماء الفلك من العالم كله في مؤتمر كبير لعلماء الفلك يحضره الكافرون أكثرهم وبعضهم من المسلمين وقف هذا العالم ليخبرهم بآخر ما وصل عليه العلم من خلال التولسكوبات الفضائية الهائلة ومن خلال حسابات الإلكترونية العظيمة إلى عدد الكائنات أو عدد هذه المخلوقات أو سعة هذا الكون فتكلم عن الأرض 13 ألف كيلو متر ثم تكلم عن المجموعة الشمسية عبارة عن نجم اسم الشمس وحوله مجموعة كبيرة من الكواكب الأرض جزء صغير منها حول الأرض قمر واحد المشترى حوالي 12 قمر الأرض بتلف حوالي الشمس دورة كل سنة بلوته بيلف دورة حول الشمس كل قرابة ألف سنة هذه شمس أو هذا نجم حوله كواكب فكم نجماً خلقه الله ده كلام جمشي جنس العالم الكافر كم نجماً خلقه الله قال في مجرتنا درب التبانة التي نحن جزء منها فيها مئة مليار نجم في مئة مليار شمس فكم مجرة خلقها الله هناك تجمع عظيم من المجرات يلف حول مركز كبير يوجد في هذا التجمع حواري تمنمئة مليون مليون مجرة تمنمئة تريليون تمنمئة مليون مليون تمنمئة ألف 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 مجرة كل مجرة مئة مليار مئة ألف 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 نجم فكم مجموعة من المجرات خلقت qupiق مجموعة من المجرات خلقت قال وصلنا من خلال حساباتنا أو توليسكوباتنا إن التجمعات للمجرات مجموعات المجرات التي وصلنا إليها بحسابات حوالي خمسمائة تجمع للمجرات كل تجمع للمجرات فيه تمنمائة مليون مليون مجرة كل مجرة مئة مليار نجم وأكثر كل نجم حوله كواكب وكل كواكب حولها أقمار كل هذا قالكم الله جل وعلا وبينما جمس جنس العالم النصراني يتكلم أمام العلماء عن عظمة هذا الخلق إذ نزل الدموع الخشية من عينيه فقام له عالم مسلم وقال صدق ربنا الذي قال إنما يخشى الله من عباده العلماء فلما سمع هذا العالم جمس جنس الكافر لما سمع ترجمة معنى هذه الآية قام لهذا العالم المسلم وقال من أين لك بهذا الكلام؟ قال إنه آية أو إنها آية أو بعض من آية من كتابنا من كلام ربنا الذي خلق هذا الكون قال أرني ترجمة هذه الآية فأراه ترجمة معنى الآية فقام جمس جنس وتناول الميكروفون أمام علماء العالم وصرخ بأعلى صوته أشهد أن هذا الكتاب كتاب الذي خلق هذا الكون هكذا يتعرف العلماء على عظمة رب الأرض والسماء بل لو زاد علمك من الدنيوي إلى الديني لعظمت ربك أكثر وأكثر في قلبك كل هذا الذي وصفه جمس جنس كل هذا الذي وصفه جمس جنس وما لم يصف من الكون المنظور وغير المنظور مجرات والكواكب والأفلاك والنجوم والأقمار وغير ذلك كل هذا في السماء الدنيا فقط في السماء الصغرى الأولى فقط لأن ربنا نحن المسلمين قد قال لنا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وقال ربنا جل وعلا لنا ولقد زيننا السماء الدنيا أدنى سماء أقل سماء أصغر سماء اللي تحت اللي قدامك ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيع كل هذه النجوم في السماء الدنيا فما ظنكم بالسماء الثانية التي أعظم وأكبر وتحيط بها وما ظنكم بالسماء الثالثة التي أكبر وأعظم أو الرابعة أو الخمسة أو السادسة أو السبعة بل ما ظنكم بالكرسي الذي وسع السماوات والأرض وحاط بالسماوات والأرض بل ما ظنكم بالعرش الذي وسع السماوات والأرض والكرسي بل ما ظنكم بعد ذلك برب العالمين فما ظنكم برب العالمين هذا الحديث الوحيد الثابت كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في شأن العرش والكرسي كما ذكر ذلك في التعليق أو تحقيق العقيدة الطحاوية ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاه كل السماوات دياً والنجوم الأفلاق مجرات كأنها خاتم إذا ما قورنا بالصحراء أنه يترمى في الصحراء خاتم يترمى في الصحراء خاتم بالنسبة للصحراء ولا حاجة السماوات بالنسبة للكرسي ولا حاجة ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاه وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم والله من قلوبنا سبحان ربي الأعلى والله من قلوبنا سبحان الملك القدوس والله من قلوبنا لتعلم ساعة إذن عظمة ربك هل علمت من هو الله كما اعتذرت ابتداء أعتذر في الإجابة على هذا السؤال حتى هنا من هو الله كيف أجده أعتذر أكمل كلم كثير لكني أنفذ سريعا لأجيب سريعا على السؤال الثاني لأكلمك أنت أيها الغافل أيها البعيد أيها المفرط أيها الظالم لنفسه متى عرفت الله متى عرفت الله أما مضى بك يوم في حياتك احتجت فسألت فأعطاك فعرفت ربك أما مر بك يوم في حياتك ظلمت فاستغثت فنصرك فعرفت ربك أما مر بك يوم في حياتك امتحنت امتحنت فتلبست فدعوت فوفقك فعرفت ساعتها ربك أما مر بك يوم مرط وطرقت كل الأسباب طرقت كل الأبواب وبذلت كل الأسباب ولم يعد لك إلا المالك الوهاب فقلت يا رب فعافاك وشفاك فعرفت ساعتها ربك أما احتجت إلى ولد بعد أن انقطعت عنك كل الأسباب وسألت ربك الوهاب فوهبك فعرفت ساعتها ربك راجع تاريخك راجع عمرك ستجد ستجد لحظات تعرفت فيها على ربك السؤال الثاني لازال قائما متى عرفت الله راجع أما وقفت يوما على طريق في ليلة شاتية باردة في جوف الليل الغابر في ظلمة الليل الدامس وحيث المطر ينزل ولا سيارات ودعوت ربك أن يغيثك فوجدت سيارة تقف دونك ريح فين وصلك فعرفت أنه يسمع ويجيب متى عرفت ربك راجع تاريخك يذكر يذكر صاحب كتاب مجاب الدعاء ابن أبي الدنيا يذكر في كتابه مجاب الدعاء عن صحابي يكن بأبي معلق وانا اذكر القصة استئناسا وربما تفتقد للأسانيت أن أبا معلق وقع في ورطة صحابي كان يتاجر بعد وفاة النبي في مال الناس وقرج بماله من بلدة إلى بلدة أخرى وانا اذكر لك هذا القصص لأحرك سواكن قلبك لتجيب على هذا السؤال متى عرفت الله لتبحث في تاريخك عن مواقفك هذه تتعرف فيها على ربك أو تعرفت فيها على ربك جل وعلا أبو معلق يخرج من بلدة إلى أخرى لتجارة في أموال الناس ومعه الأموال يركب على دابته وبينما هو في الطريق ما بين البلدة والثانية في الصحراء إذ خرج عليه لص قاطع طريق يمسك سيفا عظيما وضعه على رقبته وقال للصحابي إني قاتلك قال أبو معلق دعني ولا تقتلني فلا حاجة لك في قتلي قال لابد من قتلك قال خذ الدابة والمال والمتاع ولا حاجة لك في قتلي قال سأقتلك والدابة لي والمتاع متاعي قال إن كنت لابد فاعلا فدعني أتصل بالله سيب نصلي فصلى لله جل وعلا وفي آخر سجدة من سجوده ومن صلاته دعا السميع البصير دعا السميع البصير بل ناجى من يسمع السر والنجوة ويسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات ويبصر دبيب النملة السوداء على الصفات الملساء في الليلة الظلماء ناجى ربه ودعاه قائلا يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا ذا البطش الشديد يا من ملأ نوره أركان عرشه يا رب أغثني يا رب أغثني يا رب أغثني فما أنسلم يمنة ويسرة حتى أرسل الله جل وعلا فارسا على فرس أبلغ برمح عظيم قطع به رأسا لص ثم مضى فأمسك به أبو معلك وقال أنشدك الله من أنت ومن أين خرجت ومن الذي أرسلك فأنا في صحراء لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس ولا أحد يغيثني فمن أنت قال دعني قال والله لا أدعك حتى تخبرني حتى تخبرني قال أنا ملك من السماء الرابعة أنا ملك من السماء الرابعة لما دعوت بدعائك الأول سمعنا في السماء جلجلة فلما دعوت بدعائك الثاني سمعنا في السماء قعقعة فلما دعوت بدعائك الثالث دعونا الله جل وعلا أو سألنا الله جل وعلا أن يغيثك بنا فأنا رسول من يجيب دعوة المضطر إذا دعاه دعوة المضطر إذا دعاه هنا تعرف الله هنا تعرف الله من هو الله راجع تاريخك ما فيش مرة حتكت كده سؤال دعوت انت مزنوق ديت واحد قبلك ألف جنيه قال لك تفضل ما فيش مرة فيه كتير والأمثلة عندي كثيرة كثيرة القصة المعروفة الرجل اللي عاد 15 سنة وأنا عرفه واستضفته في قناة الناس يوما 15 سنة ما عندوش إنجاب ما عندوش أولاد وفي مرة بيبيعه ويشتريش قدام المنططة والعقود والفلوس والتجار حواليه طفل صغير من أبناء التجار اللي حواليه يلعب خده أبوه وضبطب على ظهره وبصل المحروم 15 سنة من الإنجاب ضبطب على ظهره وقال له تعرف تجيب عيل زي ده تعرف تجيب عيل زي ده فنزلت الكلمة على قلب المحروم كالراعد نزلت دموعه ونسي المال والتجارة قال لي أنا أمتي مهموم محزون مكلوم بشد في مكان موحش فوقت بعد عشر دقائق لقيت عن يميني أرض جرائية وعن شمالي مقابر ودموعي على وجنتي وترنه في أذني كلمة الرجل تعرف تجيب عيل زي ده فصرقت بأعلى صوتي وأنا وحدي لا يسمعني إلا ربي قلت يا رب أنا مقدرش إن من تقادر يا رب أنا أعوذ ولد وبنت رزقه الله بالولد والبنت هنا تعرف ربك جل وعلا أخيرا السؤال الثالث والأخير متى ستعرف الله أنا حسيبك هسيبك تفكر عنده تعرف ربنا عنده لو بسط البطيخة هتعرف ربنا مين اللي طلع أخضر وبيض وحمر ولب أسود وقولب أبيض بيطينة واحدة ومية واحدة تعرف ربك بص على السلطة بص على أولادك بص على خلقك بص على السماوات بص على الأرض بص على حالك راجع تاريخك حتى لا تكون غافلا لتفاجأ بربك وقدح تجاب عنك يوم القيامة أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا إجلالا له وتعظيما له اللهم املأ قلوبنا إجلالا لك وتعظيما لك ورجاء فيك بفضلك وكرمك رب العالمين في دقيقة قبل أن أختم أعطيتكم محاضرتين ماضيتين بعنوان بعنوان صفات الحاكم المسلم وقزاكم الله خيرا قزا الله إخواني يعني كتبتها لهم وطبعوها في ورقة مطبوعة بعنوان صفات الحاكم المسلم الإخوة جزاهم الله خيرا اللي شارك وطبع وعمل ترفع رفعت بفضل الله تعالى على الصفحة الرئيسية لموقع الطريق إلى الله لمن أراد أن يسحبها ويطبعها ورفعت على صفحتي على الفيسبوك في صفحة عبد الرحمن الصاوي أو الدكتور عبد الرحمن الصاوي وكذلك بإذن الله تعالى في رقم هاتف لمن أراد أن يأخذها أو يطبعها أو تصل له بأي كمية بإذن الله جل وعلا برقم الهاتف سهل خالص 0-4-32-38-38 0-4-32-38-38 0-4-32-38-38 أو موجود على الصفحة أو على الموقع وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة